فيما يخص نادي الزمالك فمصادرنا داخل نادي الزمالك قالت لنا انه فيه مقترح داخل مجلس ادارة النادي بالتعاقد مع البرتغالي مش نيلو فينجادة روي أجواش مساعد جزولدو فريرة السابق المقترح جه من احد اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك أجواش يعرف معظم لعب نادي الزمالك الحاليين وبيتابع الفريق باستمرار وفريرة واصل فيه جدا ورشحه لنادي الزمالك المقترح اللي قدمه احد اعضاء مجلس الادارة لقى كبول من معظم اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك ولكن يبقى أجواش مش الخيار الاول لتدريب نادي الزمالك هو حط بين الخيارات الخيار الاول في نادي الزمالك هو الهولندي باندي بروم والالماني فرانكو فودا اللي اتنين بيتحطوا في مرتبة واحدة وبعد كده ييجي أجواش المساعد السابق ليش زغالدو فريرة دي الحكاية بتاعة مدرب الزمالك